نزي كفام الإدعاء الأولى في تونس مع إياد الدهماني أهلاً يا إياد نوا صباح خير مينو تحية المستمعية صباح الفل يا إياد أهلا بخويا الغالي سؤالي اليوم ليك خويا باش جاوبنا عليه والسادة المستمعين اللي مخنا تحرق معرفناش وين صرفنا فلوس الكورونا اللي تلمت هذك فلوس الكورونا وين مشت بربي قبل ما نحكيه على فلوس الكورونا جوست تدقيق اللي بير حكينا على الزمائل متع هيلاري كلينتون قلنا اللي هي مربوطة باللي طلبه ترامب من وزير الخارجية المعلومة ليش تقيقة ياسر ترامب ما زال طالب أكتر يعني الزمائل ما زال طالب أكتر وما زال يستنى في وزير الخارجية حابيت جوست نعتي التدقيق نجيه لموضوعنا اليوم فلوس الكورونا وين مشت خلنا نوضحه ساعة للتوانسة أنه توانسة سمعوا برشة ملياردوات في الموجة الأولى متاع الكورونا واللي هما نوعين حتى الرئيس الحكومة السابق ليس الفخفاخ كيتعدى في برنامج تلفزيوني قال أنه هما نوعين فما القروض اللي خذتها الدولة واللي هنا نحب نوضح اللي هي ممشيتش مباشرة للكورونا اللي هي البلاد بما أنه الاقتصاد وقفه وشركات ووقفة ونقصة المداخيل متاع الدولة فأني خذت القروض هذه بشتمش الميزانية تعبي النقص اللي صار في الموارد متاعها وثم الجانب الثاني اللي بش نحكيه عليها اليوم هو اللي يعرفوه توانسة بصندوق 18-18 اللي هو متعلق بجائحة الكورونا واللي اسمه القانوني هو صندوق خزينة للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية اللي معانتها تلمت فيه تبرعات التبرعات هذه إلى حدود 30 سبتمبر 2020 وصلت ميتين وواحد مليون دينار وستمئة وستة وخمسين ألف معانتها ميتين وواحد مليار كورا راندير ميتين وواحد مليار الميتين مليار هذوما هما جملة التبرعات التوانسة يسلو عندهم مدة وين مشيت فلوس الكورونا باش نعطيه اليوم أعدد من الأرقام اللي يتعلق بيها أولا فما المصاريف اللي تتعلق بالبنايات المتعلقة بالكورونا هكاية جي في الوثاق حابة كل الأرقام هذه الرسمية تحصلنا عليها من مصادر رسمية اللي هي البناءات المتعلقة بجائحة الكورونا باش نعطي أمثلة عليها مثلا تحويل اعتمادات لتهيئة فضاء فرز وعزل مرضى كورونا بمستشفى الحبيب ثامر تكلف 104 ألف دينار أشغال تركيز مصعد كهربائي بالأقسام المخصة كوفيد بالمستشفى الجامعي بن الجزار بالقيروان 105 ألف دينار تركيز شبكة السوائل الطبية بالقسم الاستعجالي سهلول بسوسة 19 ألف دينار تجديد شبكة السوائل الطبية بقسم صدرية بالمستشفى الجامعي الهدي شاكر بسفاقس 385 ألف دينار معنا تباش نمشي للأرقام الكبيرة أي الكبيرة خلنقضه في الكبير فما مشروع توسعة قسم الاستعجالي والفضاءات القديمة لقسم العيادات الخارجية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا 209 ألف دينار معتها الإرجانس بالضبط فما أشغال تهيئة فضاء مكيف بمخزن إدارة الرعاية الصحية بمستودع عبو القاسم الشابي بباردو 56 ألف دينار فما أشغال تهيئة قاعة الانتظار تابعة لقاعة رفع العينات الدم بمستشفى الرابطة 43 ألف دينار وعدد من المصاريف مجموعة المصاريف هذه في إطار البنايات هو مليار مليار و 68 ألف دينار مليون دينار و 68 ألف هذه قصة بش نبدأ نحكي ونقدم ونحاول ونقدم بش نسلك بعض الأسئلة ونطعون تحاول كان عندك إجابة تقول لنا معتها علش ما حسينيش نحنا لفما تحسن بورتون قتل يصرفوا مليار معتها في بنايات علش مع المواطن ما حس بحد شيء على خاطر ما زالت الأشغال في نهايات هذي معتها الموال قاعدة تصرف عدد مشاريع قاعدة جارية ومعتها حجم الانهيار متع المنظومة الصحية متاعنا البنية التحيطية تلمون كبير تلمون كبير كل مليار ما يعملوا حد شيء وحتى كنشوفه طو في المصاريف طو بشي جي للأبواب الأخرى متع المصاريف المليار هذي ما يجي حد شيء مقارنة بالتصرف هذي المليار تقول لـ 101 مليار قاعدة ومتين مليار تابع قاعدة ومتين مليار عنا اقتناء مستلزمات طبية واللي هو معناتها أساسا يتعلق بمواد الحماية معناتها بالفرسوية اللي هي كيبمون دو بروتكسيون انديفيدويل اللي هما اللي هما اللي هما اللي هما وعدد من المستلزمات الطبية الأخرى هذي تكلف تسعة وثلاثين مليون وتسعمية وواحدة وسبعين ألف دينار هذي فلوس تصرفت ومشيت تسعة وثلاثين مليون تسعة وثلاثين مليون دينار مليار معنات تسعة وثلاثين مليار تقريبا أربعين مليار الملاكي فيش يخرجون بعض الممرضين إيادي يقولوا معناش لماسك ومعناش على خاطر غير كيفي روه هذي أنا توحكي تعجيل ولماسك ولكن فما عديد من المستلزمات الأخرى اي درموه كانش لناهم وقتها رولتوا بش نستحقوهم معتها لتوا معتها أوركي يخرج مشكون من النقابة متاع الممرضين يقولك معناش ماتريال ويخرج بيب يقولك روه ماسك روه ناقسين برشا معتها بصراحة المبلغ هذي غير كيفي لا المبلغ هذي غير كيفي هذه معناتها مستلزمات جات وتم استعمالها روه يزمك تعرف قداش عنها من وحدة صحية قداش من مستشفى قداش من مستوصف قداش من معتها مستشفى جهوي هذو ما كلهم البرسونيل اللي كله يستعمل في الأدوات هذه العناية المركزة اليوم ولت الناس الكل في مواجهة كورونا هذو ما أربعين مليار هذو ما أربعين مليار به فما ستة مئة وستة لاف دينار معتها ستة مئة مليون اللي هما يتعلقوا بوجور تعطات أساساً للكونتركتوية اللي خدموا في المرحلة هذه في إطار مجبهة الكورونا وعنها عشرة مليون دينار معتها عشرة مليار دوات اللي هما تغطية تكاليف نفقات الحجر الصحي جماعي الإجباري لفعية المجالس الجهوية نعرف وإلي كيف في فترة من الفترات تقرر أنه الناس المرضى الكل يمشي ويسكنوهم ويعملوا حجر صحي لمدة 14 يوم هذيك المجالس الجهوية هي اللي تتكلف بعملية التنظيم والصندوق هو اللي يمولهم بعد هذي معتها الناس اللي مرضوا 35 مليار بضبط أحنا اللي تصرف توا بش نعطيك التوتال اللي تصرف هما 52 مليار إلى حدود 30 سبتمبر 2020 بمعنى فما 150 مليار قاعد ولا أقل شوي 149 مليار الـ 149 مليار هذي ما يعنيش اللي كلها ما تمش إنجازه معنتها فما ديزابيل دوفر اللي يخرجوا خاطر الأرقام اللي يعطيناها هي اللي حاجات سيئة لما رشي وقاعدين فيهم اللي يكمل وفيهم اللي مازال ماكملش ولكن فما مشاريع أخرى مازالت متواصلة اللي مازال في الابيل دوفر اللي مازال يحضروا في الكييت شارج يعني معنتها هذية ما زال ما عناش التفاصيل متعلى أرقام متاعه ولكن في كل حالات ما نتصورش اللي هو باش يستهلك الميتين مليار يبقى السؤال هو عليش الوقت هذية كل معنتها عليش ناخدوا الوقت هذية كل باش نشطفوا الفلوس كما خادي نشوفوا موجودة القوائم المالية متاع الصندوق واضحة إنه معنتها في الأخر من الميتين وواحد مليار صرفنا كان ثنين وخمسين مليار الإجابة هي سهل هي الإجراءات عنا مشكلة متاع الصفقات العمومية اللي الإجراءات متاعها معقدة واللي رغم وجود إمكانيات قانونية الإدارة تخاف وعندها الحق تخاف على خاطر اي معتا ييد سمحني ييد نعرف قصة عليك معتا اليوم متى التونسي شوش يقول لك معتا ييد تعملوا أبيل دوفر ما عملتش بصراحة هذا هو اللي كيليبر اللي عنا مدة طويلة ما القناش هو كيفاش نعجله في الإجراءات من غير منطيحه في أنه تصير محسوبية وإلا يصير فساد في الملفات هذي اليوم كان معانتها تمشي الأمور في التسريع بمعنى أنه الموظف أو المسؤول في الإدارة ياخذ الإجراءات وما يحترمش الأمر متاع الصفقات العمومية متاع 2014 وقتها باش تخرج الاتهامات بالفساد يعمل يحترم الأمر متاع الصفقات نلقا وروا إحنا في التأخير هذي يمتعلي بروسيديور اللي ياخذوا راهوا فما لكي يتشارج يحب لهم باش يحضروا فما لابل دوفر باش تعمل بيه توا أفريل ماي جوان جويليا ووت سبتمبر وذوم ستة شهر صحيح ستة شهر وذوم ما هاي شنو ستة شهر نظروا في النوم يلزم من نساوش المسؤولية السياسية نرجع في هذية إنه عادينا على الأقل ثلاثة شهور والبلاد واقفة البلاد في أزمة سياسية عنا حكومة معناتها مستقيلة اللي هي تستنى وقتش باش تخرج وعنا طبقة سياسية لا هي تشكل في الحكومة هاي حكومة الرئيس هاي مايش حكومة الرئيس هذية يجب نعرفه إنه المسؤول اليداري يياقف وقتها يبدو مش مسؤول سياسي الدولة تاقف وذلك عليش قبل ديما نحضر ونقول يا ولادي راه تغيير الحكومات راه مسألة اختيرة وعندها تأثير كبير على خطر الإدارة تاقف بالمرحلة ملا الميت تذاين تعالإدارة التونسية مهما كان الوزير وهي إدارة مستقلة وتخدم على روحها وهي إدارة تتفي بالغرض وهي اللي يوقف للدولة الميت تذاين ملا يدهولي الدكدك سيئة لا لا ما الدكدكش خلنوضحه فما الحد الأدنى لا لا فما الحد مع تلمية تذاين مشى لا مانيش متفق معك مين في هذه لأنه الإدارة فما حد أدنى توفر فيه ولي معنات الدولة المتواصلة ومنهرتش ولكن الأداء في الإدارة مش كيف يدونس في أي دولة من العالم مش كما يبدأ فما استقرار سياسي كما تبدأ في مرحلة متعظة بمبية وغموض ما يعرفوش هل إنه لوزير جاي باش ياخذ نفس القرارات يخي الوزير اللي يعرف راحه باش يمشي وقف كل شي تقف تقف حتى لرياكسيون مثلا أنت وزير صحة يخي نكمل نخدم لدقيقة لأخر أنا ينتاعي أنا وكهو معتنا كامل لدقيقة لأخر على أساس أنا ما زلت وزير كان فهم صفقات طنعة اليوم كان فهم خدمة يزيب نخدمها طنعة نخدمها مش نعرف روح يماشي هاي ترجي اللي بعد ماكينة دور لرياكسيون ماهيش هي نفسها كيما تكون في وضع عادي كيما تكون في وضع متعذببية حتى الوتوريتين متاع المسؤولين تنقص ويولي الكلام بتاعه يتناقش ونعودوا اجتماعات ونعودوا قرارات ونعودوا وخاصة أنه يقعدوا يستناه والناس يقولك باي وش كون قال الوزير الجاي باش يواصل في الاستراتيجية هذي ولا في الخط هذي دونك هذي عطل شوية اليوم اللي ان شاء الله يصير في المرحلة الجاية هو انه يتم صرف الاعتمادات في أسرع وقت ان شاء الله سيلمشيشي التحدي اللي عنده هو انه يلقى الكلام اللي كنت تقول فيه همين الو بوان دي كيليبر بين انه انسرعوا وفي نفس الوقت ما نسقطوش كيما صار في عديد من المرات في الاتهامات متاع الفساد والمحسوبية وغيرها يلزم نلقى الو بوان دي كيليبر ذي نقطة مهمة باش ننجحوا في المرحلة الجاية في مواجهة جاية الكورونا يعطيك صحة إياد دونك نتعديه للأخبار تعليق كل مرة في 30 ثانية ثلاثة أخبار نبدأ بيهم اليوم الكاتب العام مساعد للجامعة العامة للصحة يطلقوا صيحة فزاع ودعا المواطنين انهم يعملوا على رواحهم ويلتزموا بجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا نقش عاود مرة أخرى الجملة لعلها ظهرت لكم غريبة أين عن الكاتب العام مساعد للجامعة العامة للصحة قال لكم عملوا على رواحكم معاش تعملوا علينا تعليق هذي نتصور اتصاليا زادة غالط من المفروض أنه أعوان الصحة يبعثوا رسالة للتواسع كل وراءنا احنا موجودين قائمين بالواجب وانتوما يلزم زادة تحملوا مسؤولياتكم أنا نتصور أنه معتها السيد اللي يتكلم يقصد أنه متعملوش فقط على الدولة روح عندكم قسم المسؤولية يزم تاخدوه التصريح يمكن والعنوان كيفش تعمل يعطي السنس الخائب اللي فهمناه الكل ولكن المهم أيضا أنه المواطن يتحمل مسؤوليته زادة كتبدا الحقيقة حتى خائبة ماذنش نقولوها إياد نقولوها عليش ما نقولوه إياد فقط أنه أنا على الأقل نتصور أنه ما يقصدش عب لو على رواحكم ودبروا روزكم يقصد عندكم أنتم زادة مسؤولية تحملوها يا سيد الكاتب العام مساعد للجامعة العامة للصحة خذ التجربة مع أن تخوك إياد الناطق الرسمي السابق لرئاس الحكومة أو قلك حتى اكتدى الأمور ما تشبه لحد شيء قل رأي ممتازة علخ ما قلتش هذا يا أمين ما قلتش هذا بالكل نتعدى من الخبار الثاني رسمياً سحب مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين هو للتوضيح البارح إن رجعت البارح متاع المجلس ما ثماش سحب ثم إرجاء نظر وهذا كان متوقع وحكينا فيه قبل أنه المختوى الحالي متاع القانون ما ثم حتى كتلة تمشي فيه وشفنا أنه من الأول الناس كل عادي عادي ولكن في الآخر نهار التصويت ما نلقاوش نصاب وبالتالي الحكومة تفادياً أنه قانون يمشي للجلسة العامة ويتيح قروا إرجاء النظر فيه الوقتاش الله أعلم مش جيت مراسلة مش جيت مراسلة طلب إرجاء نظر مش جيت المكتب البارح والمكتب المجلس وافق عليها أي معتها إرجاء النظر كانوا مش موافق معتها في الصياغة الحالية لا هو الصياغة متاع البيان على الأقل ما يفهم منه أنه حتى يتوفر مناخ باهي للمناقش هذا يكلم ديبلوماسي معانتها يعمل الله بتاع أنه برا خبيه يعمل الله يجيك واحد يجيك واحد يجيك واحد يجيك واحد مثلا يجيه قول لك بالله إياد برسمك القضية تشوفيري شو تقول له أنت أرجع غدو إيش معتها أرجع غدو معتها لي شو دواتها بعد كيفش أرجع لغدو شو تقول له الله يبارك ليه طبعا هو معانتها من المتوقع أنه على الأقل في العام هدايا صعيب يسر مش ينظر المجلس القانون الذين واضح الأخبار الأخناني سيغته هذية كانت بزاة سيغة ينجم يكون وضع آخر البرلمان نحو إقرار العمل عن بعد هو الحاجة باها توسع بش يفرحوه أنه معانتها بش ينقص الريسك متاعك الضرب والدزين وكذا اللي شوفناه عن بعد صعيب يسر يمكن تولي رسائل عن بعد صباح بالحمام يبقى السؤال هو المدولات كيفش بش تصير أحنا نعرفه كيبدأوا موجودين في نفس البلاسة والتلفزة تصور ساعات النقاشات ما معتها الدوم ساعات كي بش تبدأ بالتكنولوجيا ينجم طول ساعات أنت ممريني الأخ فايسل تبيني في الكوجينة حال لا يبقى بش يصوت على قانون هذي الملاحظة مش شوفوا النواب كدش مش يلبسوا في التصويت عن بعد على أساسه ما يخدموا عن قرب أصلا مش يخدم يمع مرهم ما يخدموا عن قرب معه مش كله وش كون ما يجيش تعرف عدى إياد نسبة الغياب في البرلمين عطبار كلا الله مصلي عني بي الغايب أكثر أكثر من الحاضر عملا بما قلت أنه الحاضر يعلم الغايب الحاضر يعلم الغايب